هجيلك بقى في الحاجة التانية اللي محيراني بقالها 32 سنة بقالها 32 سنة الشعار بتاع منتخب مصر يعني حاولت افهم ايه الكونسبت او ايه الفكرة وراء فكرة ان انا اعمل شعار منتخب مصر بالشكل ده ممكن لو ممكن نجيب الصورة لكتل بيضة تاني يمكن الشعار واضح عليها بشكل اكتر فكرة اولا شكل الكرة ده اللي كان بيتلغى فيه في التمانينات فكرة انتهى من زمان جد ثانيا مش قادر افهم ايه علاقة الكرة بالعالم المجدود وليه ما فكرناش نعمل حاجة برضو مرتبطة هو بقاله كام سنة اعزين الكلام قديم قوي قديم قوي حتى كبير يعني مساحته كبيرة في التيشرت ومساحته كبيرة على اي تيشرت وغير كده كمان احنا بنشوف الاندية العالمية كلها فحاليا وحديثا للوقتي الماركت بيقول ان انت لو هتضطر تغير الشعار بتاعك لشعار يوافق البرانز الموجودة ويوافق تسويقيا الخطط اللي انت حاطتها هتغيره نادي يوفينتوس فيه اكتر من نادي يوفينتوس او عراقة نادي يوفينتوس في ايطاليا لجأ ان هو غير الشعار تماما عن شعاره القديم وعشان النواحي التسويقية بقت افضل بالنسبة النادي الاهلي غيره اكتر من مرة وغير اهو اهو حد يشرحه جدا وهي الخطوط السودة اللي في النصر هي مش مقهومة يعني الخطوط السودة الغريبة اللي حوالين العالم لا هو في مطالبات من فترة طويلة ان الشعار التحدي ياتغير لانه هو مش بس بيخص التحدي المصري الكرة دي الكرة دي يعني لا 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 تنتج يعني المصانع بتاعة الكرة ما بتنتجهاش من 25 سنة كسل علام سبعين دي كوروك أخلي بربما جماعة بس عشان برضو النموذج ده بتاع الكورة هو الشكل المبسط لكورة القدم ده موجود في كل أو في أغلب الاتحادات أو في أغلب المنتخبات بنفس الشكل ده باختلاف الألوان كولومبيا أصفر في فزرق بنفس الشكل ده يعني هو الشكل واحد بس هو الديزاين كله على بعضه بس انت بتشوف المنتخبات أفريقيا تلاقي مثلا كاميرون حتى أسد يعني فيها الكورة موجودة وفيها حاجات تانية احنا بس فيها احنا برضو عشان ما نجحفش الحق الناس فيها عمق ناس مين انت تعرف مين اللي عمل الشهر لا معرفش بس هي بس هي فيها عمق لأنه الكورة محطوطة في وسط دوامة بتعبر عن حال الكورة المصري يعني الدوامة اللي هم بنخلطش منها دي على فكرة هو فيها عمق لو ركزنا شوية هنلاقي أنه يعني الحمد لله معبر معبر على الدوامة